السلام عليكم مغرب مكناس 1777 السلطان محمد ثالث تعلن استقلال الولايات المتحدة الامريكية عن التاج البريطاني هذه الولايات المتحدة الامريكية كانوا غير 13 ولاية هذه 13 ولايات كانوا في الاصل 13 مستعمارات بريطانية تتحكم فيهم الانجليز تجارة بين الولايات والانجليز جد تجارة عمودية كل الولايات تستعمل جzewolnها ، لم تدعم بينات هذين استدمواzą لا يستخدموا الوصول على بخدام المستعمرات وتعودوا الوصول على البيانات منذ الجزء أستخدموا البيانات وفي الأنجليز يتجاعدوا بعدنا يمكننا ان اتخابوا البيانات وبلاد ضرائب ونتعاملوا البيانات بالمستعمارات ولم يوجدت ضرائب والرة انهم كانت الرباح هم يتفقوا باستشارة ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية كانت تجاهدون من هذه المستعمارات وسماء محلولة من فلوريدا حول الولايات لديهم من التقلل على الموحد الأطلالسي كذلك كانت قلال بالنغليز وليس طراخاوي لكي تتعامل مع هذه الولايات بنتهم تماماً لكي يكونوا قراء بحضر البحر وتستفيد منهم هذا هو القلب الولايات قلت لكي تقلقوا الوطن الأم من الولايات عندما مات صدقه قافزين عليهم دارت الدورة ولو الولد يحكم في ممو هذا هي الأصل لكي تتعامل هذه الولايات المهم من هذه الولايات يجتمعوا قرروا ويديروا كيان واحد الإنجليز كانت هي قوة عظمى منعات الدول الأوروبيين بشي يتعاملوا معها كي تتعاقبهم تواصلوا مع المغرب المغرب كان فيه محمد الثالث وكان محمد الثالث كان المغرب مستقل بحال دابا كانت يقول له من بكري وكانت تقول الأخرين المواعدين في المغرب كان موقفه تمشي في العقلية المولوك في الإمبراطوريات وكانت تكون ضعيفا ولكن دائما عقلية الإمبراطورية كانت تعمل في الديبلوماسية محمد الثالث ويعترف في 1777 أمريكان وكانت تجد البضائع من هذه المستعمارات واحد الخطراء جاءت واحد السفنة أمريكانية ودخلت المغرب ولم تخلصت شد درائب اللي فرضها المغرب على قاعد السفن اللي تدخل عليه هو يشدهم المغرب وشد قاعدوا كل بحارة اللي فيها ودخلهم الحبس ومريكانية صفت واحد الوفد بش تحررهم وجو عند محمد التاليج ودروا واحد المعاهدة هي معاهدة الصداقة المغرب فرضها عليهم بش تحرروا هذو السجناء هذ معاهدة ديال الصداقة مكتوب في البنود ديالها أن الموانئ المغربية والأمريكية تكون بنتهم تجارة حرة وأن أمريكان تعامل رعاية المغاربة عندهم كامل الحقوق في أمريكان كما أمريكاني كما المغربي على الأرض المغرب كان قوة زعمية بلاد قائمة بدأت بمواصفة ديال ذلك الوقت وكانت دافع على رأسه والبوحده اللي كان ما كان شي دول أخرى ما كان الجزائر ولا تونس ولا ماسار كان المغرب مغرب تصور بوحده تتحارب مع الأوروبيين ومع ذلك المستعب الأمريكان ومع ذلك المغرب من بكرة ومع ذلك المغرب ومع ذلك المغرب ومع ذلك المغرب كانت المساحة كبيرة وعدد سكان قليل ونحن نتحارب مع الأوروبيين وتم مع أمريكا في ذلك الوقت والمولوك ديال المغرب ومع ذلك المركزية وليس مفيدة لقد ندفع ونقل بكم للعاصمة ومع ذلك المالك فكانت قتل المالك سيخسر الجيش المعركة ويجب أنه لماذا كانت قوانين مالذي مغرب وكبير ثم كانت جمعات وكام بلايس خراسة بدلاقات كثيرة وكانت تجني على الحق منتاشرة عند البورتوغاليين وعند الإسبان القارة الصينية تذهبون بطول إفريقيات تدخلوا على شي قبيلة تهزوها تحتوها في البطوات وتدخلها ديركت الأمريكان واحد خطراء واحد البطو ديال البورتوغال غلط في الطريق ويدخل المغرب ويدخل المغرب ويدخل على شي قبيلة كينا عدنا في المغرب في الجانوب اللون ديال الناس ديالها اللون كحل ويدخلهم الأمريكان لم يكنوا أصحابهم من المغرب لأنهم لم يستطعوا إلى المغرب ولم يكنوا أن تدخلوا إلى المغرب لأنهم تجدوا المقاومة من القبائل المغرب قلت لكم سابقا أنهم كانوا يقومون بطاكسيك الخلعة والتغربق والمغربة لم يستطعوا ويستطعوا في معركة خاسرة من بكري وخاسر سيذهبون إلى تحارب المهم لم يكنوا يستطيعون أن يستطعوا إلى المغرب هذا الجيلان مغربة ومال قطعوا لي رجليه وفي حالة الفيليبين لم يتم تسربوا هذه الجروح أنا رأيت لكم هذه القصة ورأى هذا الشيء رأى كل شي تلعب عن النفسية أنا قلت لكم الإخوان حنا التاريخ تنعرضوه بالتحليل مش تنعرضو عليكم زمان من الكوتوب كما نحن تنحللو لكم مواضيع ودائما تتبت من بعد الصحة ديالها رأى التاريخ رأى سهل نحن تنهضروه لكم بالمنظور الحقيقي نحن تنهضر المنظور للغرب كان يريد أن يخربق لنا السيستام نحن رأى كان المغرب سأضيف تطور من بكري ولكن كانت مرحلة فاصلة لذلك حبثت تطور كان خطأ وهذا الشيء كان في القرون في عهد السعديين فسي الله سيمشيوا عهد السعديين في ولد منصور الدهبي وهذا سؤال طرحته أحد الأخت لدينا في القناة وسنجاوب عليه في هذه الحلقة حيث مهم حيث هذا هو الفاصل بالمغرب الذي سيبقى في المستوى ديال الأوروبيين وبالمغرب الذي نحن فيه ونحن تداركو ديال الوقت ونحن تداركو بواحدة سرعة اللي هي فائقة المهم قلت لكم هذوك البرتوغاليين هزوه هذوك المغاربة اللي من واحد القبيلة كان لون البشرة ديالهم اصحران ودهم المريكان ودهم الجورجية وبعوهم تماما من باعوهم تماما هذوك المغاربة كتبو الكونغريس ديال الأمريكان قلووا لهم شدروا راحنا يا مغاربة وحنا يرى أحرار ومعاهدة بالمغرب بين محمد تاليس وبين المريكان رأى فيها معاملة المغاربة بنفس الحقوق ديال الأمريكانيين وهو ما يتلقوهم ما يتلقوهم هادو كانوا يجمع عقلال باطق شحال غادي يكونوا ما غاديش يكونوا بزاف وهادو كله أحرار أفارقة عندهم اللون البشرة ديالهم أسمر أحرار ما كانتش دوك العبيد الخرين ديال إفريقيا كانوا تشوفوا المغاربة شي حاجة خارقة أحرار نفس اللون أحرارها ما كيناش فمشوا الدكور ودقوا المعنى هادوك الأفارقة الخرين داروا في دماغهم إلا قلنا حنا يا تحنا مغاربة أرى غادي يتلقوهم صراحنا تحنا غادي نفس اللون أحرار ولو تهموا تقولوا إلا شدوش واحد تقولوا لي نحنا يا مل المغرب ما كانتش وسائد الإتبات تقولوا أنا مغريبي أنا مل المور حيث هادوك المغاربة هم مل المور للي المور واللو الأسود لذي كانوا تعيطوا علينا الرومان شحال هذه حتى تعيطوا عليك هم اللي تختاروا لك ماشي انتال اللي تتختارها باش ما تغلطوش بالكلمة ديال الأمازيغية اللي تتقول الأرض رماشي معنى ديال المور هي ومعنى دياله هو اللون الأسود اللي كانوا تعيطوا به المور يطعن هذا الرومان ويصبحوا شدينه هم لا تعتبروش تعتبروه هنا قال لي كينفض الأرض سواء أسود ولا أبيض رتقولوا ليه المور ولكن أصل التسمية يقولون لنا كاملا يعيطوا بذلك اللون المهم هادوك الخرين كانوا تقولوا حنا يا المور وأصلا واحد تدخل بسيط مور وموريتانيا رأى نفس اسمية موريتانيا رأى مغربية بالتاريخ بالجغرافية بكل شي رأى مغربية وعدنا نفس الاسم مور هي موروكو تسمية اللاتينية ديال هادوك اللي قلت لكم وموريتانيا هي هادوك موروكو هي الأرض ديال موروكو هي أرض المور رأى نفس التسمية موريتانيا والمغرب أراها مغربية كما قلت لكم ستعطل الوقت سيكون اندماج كما قلت لكم الترتيب 68, 69, 75, 79 وهي هذا مهم و لو قاعدوا الأفريقين يقولوا نحن هيا المور و لو كيف حل تظوروا في الناسب لهم بشي يكونوا مور سوف أرجع لكم و سوف نقول لكم بأن بزخة القبائل الأمازيغية كما تظهروا لأنهم يرى من أل البيت لأنهم يتبركوا أو لقاء المغرب أل البيت رأي نفس القصة المهم و لو تكتروا و دازت دازت قرن و دازت المدة واحد المغربي بالصح كانت جوجة بوحدة من الهونود الحمر و ولد و ولد هذك الولد قال لهم أنا يا نبي أنا يا مغربي حقيقي و يشد القرآن و يشد الإنجيل و أخرج منه واحد الكتاب القرآن ديالهم و قال لهم و دار ومتبقوا و تديروا الطرابس دار لهم واحد العمرة في خاوية خطيرة و دار المحفل ديال المغاربة كيف كانت تدير المحفل في 1913 كيف كانت تدير المحفل كانوا تديروا غير المحفل و تديروا المحافل و رأي مغربي دار محفل مغربي في مريكان في 1913 و لو تلتحقوا به كيف كانوا يقولوا إلن المر هل هي أخلي و تدير المحفل يبدؤ 1000 سنكونه لي لا يمكن أن يصلوا إلى هذا العدد والأخوان لا يزوروا بالنسبة لكثير أمريكان يجب أن يكون لديهم أتباع يجب أن يطالبوا بحقوق كبيرة يجب أن يقولون فريمان يجب أن يقولون إنسان حر بحل المور يجب أن يكون لديهم أكثر أو يجب أن الـ FBI يجب أن يمشي عند هذا المغربي يقتله يجب أن يكون لديهم أكثر ومغربيات المحفل كانوا لديهم في نيويورك ويجب أن تضيق عليهم ويذهب إلى شيكاغو ويذهب إلى شيكاغو ويجب أن يقولون الزاوية ومحفل نحن الزاوية وشيكاغو أصبح مقدسة لديهم مقدسة لديهم ليهود ويجب أن يكون لديهم مقدسة ويجب أن يكون لديهم شاكاغو وهو فيها المغربي ويجب أن يكون لديهم أكثر يجب أن يكون لديهم تجانية نفس القيصة ومساعدت المحفل ومساعدت المحفل يجب أن يتركوا ويريداً لأنهم نبي أخر الأنبياء وهذا هو الأصل الموريش أمريكان الذي دوره ما زال مبدأ نحن نعمل في الليهود نحن نحتاجهم ونحن نجبدو هذه الكارت هذا كان الجواب على واحد السؤال قالتو واحد الأخت الدناني في القناة واحد السؤال الثاني على واحد الأخ قال هدر لنا على هذه المكتبة ديال منصور الدهبي اللي تسرقات أنا تنعتبر هذه الحادث ديال فقدان هذه الخيزانة هو الحادث الفاصل اللي قلت لكم قبل عليه اللي ما خلاش المغربي يقولي بالنفو ديال أوروبا أحمد المنصور الدهبي كان مبلي بالكتوبة جمع قائق واحد المكتبة ضخمة كراربات فيها الخرائط ديال الإدريسي فيها الخرائط ديال مسعودي فيها خرائط ديال القزويني فيها العجب كيفاش المغربة كانواceedים علي بالقرة الأمريكية فيها شيئا الصرار في كل في القرعة الأمريكية كانوا يتحرك المغاربة ومشاركة أقوام أخرى ومشاركة ريستوف كولومبوس التي تشفتها وكانت عامرة وكانوا يتحرك المغاربة واندالوس ونشر الإسلام كان الإسلام كانت هذه الدنيا كلها مسلمين وكانوا يزوامع وفي القيشة كانوا محاكم التفتيش المرعبة وكانت تاريخ البشرية وكانت المستكشفين من المشاركين وكانت المشاركة أغلبية لهم البرتغال وكانت تفتيش المشاركة للمشاركة أمريكا الجنوبية وكانت المسلمين وكانت قتلوا كل شيء كانت مئة مليون من مئة مليون بقوه الألاف قتلوا معلوه الديانة الإسلامية وهذا الشيرة لا تحضروا عليه وما زال يأتي الوقت وكانت تطلع الحقيقة قلت لكم المنصر الدهبي كان بليب الكتوبة وجمع كل شيء كان عنده ولده زيدان كان بليب الكتوبة تعلمه ما عنده باوزة عمرها كان عنده واحد القائد اسمته أبو محلي هذا أبو محلي كان شارك في معركة المخازن كان قائد عسكاري واحد نهار حلم قال أنا أول مهدي المنتظر وتترك دكشي ومشى واحد القبيلة في كينة دابة حالية في الجزائر الغرب الجزائر رات هو بحلم موريطانيا رام غاربة هذوك كان مشى واحد البلاسة اسمتها باني عباس وريحت ما والتي الدروش واحد نهار هو يهجم على مراكش الملازدان أول حاجة خف علها هي الكتوبة حيث كانوا بزاف كانوا يديرهم في صنادق وستفهم جيدا كانوا يديرهم معاه الأسفي ومن المشى الأسفي لقى واحد السفينة واجدة ديال القنصل الفرنساوي تماما وهذك السفينة كانت غير تمشي لمارسيليا من يجى المولى زيدان قال لي أن ناخد هذه السفينة وديني الأقادير ونخلصتك واحد تلتف درهم دهابية وكراسيا فينا واحد أخرى دار بعيدة والجلسية وداربية ويجيزهم وداربية وزارعه وانأقادير كانوا يدقون الأقادير ودار ؟ فالجلس الأقادير استطيعهم لإخلص القنصل الفرنساوي حيث كان هذا الأساة كانت اهدو فهم وليس لم يصلون أدغيائ فالفرنساوي يؤلمون هرب كتوبة والحيد كان طائفه مهانا حيث يجب أن يبعون المرسلية أسفي ونرى تقريرهم كما يبيعهم لم يكن يعرفون ما في القيمة عندما يتلقوا بي قارسة من السبليون كانت ذلك من قارسانة وانوا أنواق من بعيد ويسحبونها مرهات وليس مستمعوا على هذا الأرض ويجبون أنواق كتابة وثالة وكانوا يراهم لا تسوقوا كتابة وليس يسحبونه مرهات ويجبونهم البور عندما نرى أحد صبليوني وعرفهم كتوبة المغرب وعندهم قيمة ويديهم المالك الصبليون وضعهم عنده في القصر ويصاب لهم أحد لقاب وخباهم وخلاهم أمه وجاب أحد مغربي ترجم لي هذا الشيء عادي هذا الشيء يجب هذا الشيء في الكورة يجب أن يلعب في البارسة ويجب أن يلعب في المنتخب الصبليون كان يقولك شخصاً ترجمو هذا الشيء يجب أن يلعب فيه يجب أن يلعب في المنتخب الصبلي وهذا الشيء ما يجب أن يلعب في المنتخبه هذا هو ق PETA ذلك لم يكن يأتينا المنتخب� ويأتينا كثأة لأنه يجب أن يتوقف الوحوط التي وصلتها الجداد ولكن في المغرب وعندما كانت المولا يحصل للغضاء وصافي سالة ترنى هذه المشكلة لم يكن أرجع تحن هذا أبو محلي وحيد ورجع ومشي يشد هذا القنصل في فرنسا ويشده في الحبس وقطع التجارة على أوروبا رأى ترت واحد مشكلة كبيرة على ودى هذه الخزانة هذه الخزانة رأى واحد كبحلة واخترف دي الأرض ديالك مغرب رأى كانت شيء عادية كانت ترنى المشكلة غير من يشي ترنى السراع للسلطة هذا هو المشكلة التي كان لدينا لأنها حكم كبير ويجبون أن يكون لديهم الكثير يتبقوا يطرن هذه المشكلة ويجبون أن تدخلنا البراني هذا هو الذي قلت لكم في عدد البرتوغال لأيضا وغيرين لا يتجون أن يكون هذا المشكلة يتبقوا لدينا بناتناتك بالشمال مع الجنوب بالتحكم والتخربة من تطلع تطورة ويأتي إلى البراني المغرب يجبون أن يكون في غير استقرار ويجب أن يتلعون الغياء الغياء هذا ليس شيء غير كبير حيث أنه محمد السادس كانت في الدول ويوجدهم بيترول ويوجدهم الغاز وكل شيء ويوجدهم بوالو في الزربة 11 سنين تكون صرت أفريقيا المغربة أفرد على أمريكان واحد وثيقة يجب أن يخدم منها هذه معاهدة الصداقة التي تطورت يجب أن يخدم منها لكي أمريكان ملزم عليها أنها تعاوننا من أن يكون لدينا شيء مشكل وهذا ما رأى ترى في عهد روزفيلت ويوجدت العلاقة تقوات مع المغرب ويوجد أن تدعموه لكي يخرج فرنسا من المغرب ورأى أمريكان تدعمونا تأخذنا الاستقلال ودروا واحد للجنة للصداقة والتي ستكون الدولة العميقة تتعرفوا بالمسؤولين تكون فيها تبادلات بين المغربة ومريكان وفي هذه التبادلات يجب أن تطلقها مع واحد صداقة مع واحد خينة في أمريكان هذا خينة من بعد أو هو موديل الوكالات السخبارات أو يبدأ تخططوا المغربة للمستقبال منها مع الوكالات السخبارات أو صداقات أخرى أن تتعرف دولة العميقة تتعرفها المغرب وهذه التجارة لا تتعرفوه الأوروبيين ماذا تتعرفون الحسن الثاني؟ محمد السادي اسمشا المريكان وقاعد دولة العميقة تتجمعات في البيت الأبيض أول مرة في التاريخ تكون على شرف شي واحد شي ضيف باقي مالك ما زال يا شاب تتجلي قاعد الدولة العميقة تتعرفهم كاملين المهم طولنا بزاف مقبل ما نسالي في 2009 كان جاء المالك ديال السبليون جاء عند محمد الساديس وجاء معه واحد الأو اس بي فيه شي 1900 كتاب بي دي اف هات ولد بورقعة ما زالتي تماطله المغربرة ما زالتي طالبهم بهديك المكتابة سيطالب كل شي كل حزاب وقتها بلا بهم عودنا خلطنا عليهم والذي نعود لهم تربية عيوما يطلبوا الاتحاد الأوروبي والناتو ويأتي حميع عليهم هذا شيء غير البداية ما زالت الصيد البحرية ما زالت حاملها من كارطة ما زالت في المغرب ريالله بدأت يعود الانتقام هاي اخيرها شركة ديالا ديالكنيسان غادي تسدو جيت تحل في المغرب رجعوا داب الكازا مامادوا دائر واحد الحفلة وعرض عليها أنا وسبتاوي ولد عمو عبد الجبار جامل ميريكان وخدها جنسية المغربية المغرب كان لديه مستشار دهية أشهر مستشار داز في المغرب هو أبو عزل حكيم قال السلطان المغرب يجب أن يجب أن يرغبوا مجرد وعندما يجب أن الوطن وعندما يجب أن يجب أن يجب المغرب في الادئين ويقوم بعمل هذا الموضوع لذلك الساعة كان العلم الويراته تطور كان الإنسان في هذه الأرض جمعوا له المعلومات الادئين وهذا الادئين تطور ولا تحدد زمان والمكان مثلا تحدد جمعات الادئين يأخذوا الادئين ويقول لكم 80 جيتي تحددوه بوحد طريقة مدقاقة وبعض الأمريكان تطوروا هذه التقنية وصيرتوه ديال الموريش تطوروا هذه التقنية والقراسهم جايين من المغرب عبدالجبار والدعم مامادو ومامادو راجعوا بهذه التقنية المغرب بالادئين واحد للحدة تفاصل في حياة المغرب حيث بزاف ديال هادوك اللي كان عندهم الادئين جايين من المغرب كانوا وصلوا للحكم ولو تديروا معه المزيان المهم هذا واحد سوف نعودوه من بعد سوف يمشي هو مامادو المصلحة الامريكية المغربية باش يشدوه هادوك الشيب اللي عندو في الكشف ديالو سيغيروه المعلومات اللي فيها ويديروا له واحد تحديد ويديروا بلاس الجنسية المغربية المهم الإخوان أخوات تحياتي 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 photographer